صباح الخير طلاب الصف الثالث وصلنا في مادة اللغة العربية إلى تدريبات صفحة 63 إلى التدريب الثامن أضعوا أنتما فاصلة أنتم في الفراغي على نمطي المثالي أنتما وأنتم ضمائر المخاطب تعرفنا سابقا إلى الضمير أنت وأنتي أنت تستخدم للمفرد المذكر وأنت تستخدم للمؤنث المفرد أنتما تستخدم للمثنى المذكر والمؤنث وأنتم تستخدم لجمع المذكر السالم نلاحظنا في المثال أنتما لاعباني ماهران لاعباني مثنى لاعباني مثنى نستخدم الضمير أنتما لاعباني ماهراني أنتم أصدقاء أو فيا أصدقاء هنا جاءت جمع ونوع الجمع هنا جمع مذكر السالم نستخدم الضمير أنتم أصدقاء أو فيا كما نلاحظنا في التدريب عاملاني مخلصان عاملاني يدل على اثنين وهنا مثنى نستخدم ضمير المخاطب أنتما أنتما عاملاني ماهران مخلصان فراغ أولاد مفكرون أولاد جاءت هنا جمع ونوع الجمع هنا جمع مذكر سالم نستخدم ضمير المخاطب أنتم 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 أولاد مفكرون فراغ طفلاني مهذباني طفلاني جاءت مثنى نستخدم الضمير أنتما طفلاني مهذبان رجاله المستقبل رجاله جاءت هنا جمع ونوع الجمع هنا جمع مذكر سالم نستخدم الضمير المخاطب أنتم أنتم رجاله المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر